موسيقى قال يسوع طبعا بالمقارنة مع التعليم في العهد القديم سمعتم أنه قيل أوفي للرب أقسامك أو لا تحتنث بل أوفي للرب أقسامك لكن بالمقارنة قال يسوع لا تحلفوا البتة لا بالسماء لأنها كرسي الله ولا بالأرض لأنها موطق قدميه ولا بأرشليم لأنها مدينة الملك العظيم ولا تحلف برأسك بل يكن كلامكم نعم نعم لا لا وما زاد على ذلك فهو من الشرير أنا عم بتخيل لو يسوع اليوم عم بيمشي بشوارع بلادنا بيمشي في هذه المناطق أو بيمشي في أرشليم أو في سوريا أو في الأردن أو في لبنان أو في أي دولة وتخيل شو الكلام اللي ممكن يسمعوا من الناس واحدة من الآفة ومن العيوب الكبيرة جدا في مجتمعنا هو الحلفان على أي شيء كبيرة صغيرة بين كل أكم كلمة بيحلفوا بأله بيحلفوا بمئة أي شيء وطبعا الشخص اللي بيحلف كتير هذا اندل على الشيء بدل أنه شخص غير صادق وخلينا أتجرأ أقول أنه شخص كاذب لأنه الإنسان الواثق من نفسه المملوء من نعمة الله والمملوء من بركة الله والشخص اللي حصل على خلاص الله ما فيش داعي أنه يثبت صدقه بكلمات مثرثرة وكلمات تتردد لا الها قيمة ولا أهل معنا وبعدين الخطر الأكبر أنه منستخدم اسم الرب اسم الله القدوس باطلا في كل محادثاتنا بكل كلماتنا وإحنا ما بنعرف أنه عم نزيد على أنفسنا دينوني ولعني وطبعا خطية لأن الحلفان نتجتها أو عقابها الموت أحبائي فبشريعة موسى في الوصايا العشر مكتوب لا تنطق باسم الرب إلهك باطلا وبيقول عدة مرات في العهد القديم ولا تحلف باسمي للكذب فتدنس اسم إلهك أنا الرب